بنبان بصحتك بنبان ده يعني حاجة عملاق جدا جات في وقت احنا كنا محتاجينه فيها قوي بنبان دي كان اكبر محطة شمسية في الشرق الاوسط وافريقي ورابع اكبر محطة على مستوى العالم بتنتج 1465 ميجاواط عارف يعني ايه 1465 ميجاواط يعني 90% من انتاج السد العالي يعني احنا بانينا سد عالي جديد 1465 ودي مش قدرتها النهائية لأ دي عندنا خمسة اه حتى بقى لغاية لغاية 2000 ميجاواط وحاليا وزارة الكراوة طرحة جزء عشان ينكمل به مجمع بنبان مجمع بنبان ده من اكبر المحطات والمزارع الشمسية المتحركة بحيث انها مع اتجاه الشمس يعني تتحرك مع اتجاه الشمس معياش سابتة لا معياش سابتة حلو او فدي حاجة كانت حاجة هيدروليك حاجة تكنولوجيا عالية جدا وحتى الان هي اكبر محطة طاقة شمسية في الشرق الاوسط وافريقي كمان احنا عملنا حاجة تانية كتير جدا عملنا محطات كتير جدا للطاقة شمسية احنا عندنا حاليا في مصر ستلاف ستمية تمانية وعشرين ميجا واط ستلاف ستمية تمانية وعشرين ميجا واط طاقة متجددة عندنا الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة عشرين خمسة وطلاتين ان احنا هنصل الى من اربعين لاثنين واربعين في المية من الطاقة المتجددة من اجمالي المنتج في مصر خلال هذه الفترة احنا نطمح نطمح ان احنا يبقى عندنا واحد وستين جيجا واط طاقة متجددة خلال في عشرين خمسة وثلاتين الرقم دي ما تفكركش بحاجة واحد وستين جيجا يعني تقريبا اجمال اللي عندنا دلوقتي كله كل اللي عندي هزود عليه تاني لحد سنة خمسة وثلاتين واحد وستين جيجا واط احنا عندنا حاليا ستين جيجا واط كل انتاج الطاقة الشمسية الطاقة كلها اللي موجودة في مصر ستين جيجا واط احنا عايزين نكون في عشرين خمسة وثلاتين واحد وستين جيجا واط طاقة متجددة نضيف نضيف عليهم حيكون منهم واحد وثلاتين جيجا واط طاقة شمسية 18 جيجاوات في حاجة اسمها طاقة شمسية مركزة لها CSP ده نوع تاني من التكنولوجيا مختلفة عن الطاقة المتجددة اللي حدا تكلمت فيها يوم السبتة عن موضوع الحرارة مش حدا تكلمت في موضوع الطاقة الحرارة والحرارة بالضبط كده هيا دي حناخد منها 18% و 12% حتكون طاقة رياح وحاليا إحنا بيبقى عندنا قدرة عالية جدا على إنتاج طاقة رياح طاقة رياح زي ما اتكلمت عن طاقة الشمسية احنا عندنا أكبر معدل طاقة رياح في العالم عندنا في خليج السويس عندنا سرعة الرياح 10 متر في الثانية على ارتفاع 20 وعندنا في شرق وغرب النيل عندنا 7.5 متر مربع على الثانية 10 متر مربع و 7.5 متر مربع دي أعلى سرعة رياح موجودة في العالم عندنا في منطقة خليج السويس ومنطقة الزعفرانة ومنطقة جبل الزيت منطقة جبل الزيت اللي فيها أكبر محطة طاقة رياح موجودة حاليا بقدرة 580 ميجاوات وعندنا حاليا إكمالا لها في مع شركة سيمينز في حتبقى 1 جيجاوات لطاقة رياح حتنشأ حتبقى من أكبر المزارع الارتاقة رياح في العالم كلها حتبقى موجودة وكمان بالتكنولوجيا عالية جدا أن احنا حنبقى ارتفاع التوربينات وارتفاع الزعانف حيبقى يصل إلى حوالي 20 متر ده كل ده بيحصل على أرض الواقع حاليا عظيم حرام ليه بقى؟ علشان أنا عارف أن احنا عملنا أول محطة طاقة شمسية في مصر في بدايات القرن كانت في المعادي بالضبط كنا كنا من أوائل دول العالم اللي بتعمل محطات طاقة شمسية نوع طول السنين دي ما بنعملش حاجة وما بنستغلش هذه الثروات وما بنستغلش كل اللي ربنا ادهولنا ده كل السنين دي والله حرام